أطلقت قوات الأمن البحرينية قنابل مسيلة للدموع وقنابل صوتية على مئات المتظاهرين بمدينة المحرق غرب المنمة وخرجت المظاهرة خلال تشييع شاب قالت المعارضة أنه قتل على أيدي رجال الأمن في حين أكدت الحكومة أن الأمن وجده غارقا في البحر وردد المشاركون في مسيرة تشييع هتافات مناهضة لرئيس الوزراء وطالبوا بإقالة حكومته